ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم نحن سهلا بكم في الموسم الجديد من أوتاكو الزون نحن سهلا بكم نحن سهلا بكم نحن سهلا بكم حلقتنا اليوم بإذن الله ستكون عن المقاهي في اليابان الكافيهات في اليابان على قراتهم اليابان في الأوقات هذه بدأت تتجاه نوعا ما شوي غريب و شوي فني شوي كده أكورد بالمقاهي نوعا ما طبعا مو زي مقاهينا أبو هيثم و الأطلال و مقهة الوان و مقهة المسافر و السوليف دي لا يعني المقاهي نوعا ما شوي غريبة طريقة كده نحن نشي ميشتنس أول مقهة معنا اسمها كاتس كافيه بمعنى مقهة القطط هذا الكافيه فكرتها مو بمملة مثل الكافيهات العادية أول ما تدخلها تتلقى القطاوة موجودة في كل مكان طبعا القطاوة من النوع الأليف اللي يتعامل معها الزبون بكل أريحية كأنها عايشة معها بالبيت ولها مكان خاص مريح ممكن أن الزبائن يدخلون يطلبون اللي يبونه من الكافيه ويتقاهون ويأكلون ويعطون الكلام حتى مع القطاوة يعني تخيل تروح عند قطاوة تقولها مياو مياف تقولك مياو بياو والله حبد الله مياو بياو وهذه من أشهر المقاهي الموجودة في منطقة أكيها برا المقهة الثانية معنا اسمها مييد كافيه بمعنى مقهة الخادمات المقهة هذا مختلف ومشهور ودائما الوتاكو يروحوا له لأن الكونسبت يكون خادمات لطيفات أول ما تدخل كده المقهة يرحبون فيك ويقولوا لك هاي رشي هاي وكايرينس هاي تحس إنك داخل بيتك يعني بالعربي تحس إنك يعني تحس إنك كده إنسان راقي وداخل بيتك وتلقى الخدامات عندك وحوالوك حواليك ويضبطونك ويسنعون وضعك ويخدبونك لكن غريب في الموضوع اللي هو إنه يعني فيه قوانين صارمة موجودة في المقهة نفسها زي مثلا مستحيل إنك تقدر تطلب رقم الخادمة نفسها أو مستحيل إنك تتصور معها عموما السؤال عن أي شي خاص بحياتهم هذي مخالفة وتتسبب لطرد الزبون المقهة اللي بعدها اسمها باتلر كافي بمعنى مقهة الخادم هذا البتلر كافي مشهور برضو ويعتبر النسخة الرجالية عكس الميت كافي اللي ذكرناها قبل شوي أول ما تدخل الكافي يسألونك إذا هذي أول مرة جيتهم هاي وإذا كانت هذي أول مرة تدخل فيها بيعطونك بطاقة عضوية وكأنك صرت عضو من العائلة تبعهم وزباين في هذا الكافي دائما ما يكونون نساء لأن اللي يشتغلون بالكافي وظيفتهم يعاملون النساء كأميرات وباحترام عكس الميت كافي ما في كونسبت اللطافة هذا الكنسبت تبع البتلر حق الاحترام حق الشخص اللي هاي هاي الأربعين فما فوق والكونسبت تبع هذا المقهى أن الكبيرات بالسن دائما يكونون حنونات وأي زبون يدخلون يعاملونه كأن طفلهم أو حفيد لهم وإذا طلب الزبون آكل يقولوا حالا يا ابني لطيف أو حالا يا ابنتي لطيفة تبين شاهي يبشري وانا جدت على العموم الكنسبت أغلب ما يكون للزبائن اللي جايين يدورون حنان الجدات وآخر مقهى معنا مقهى لإنمي جدا مشهور في العالم مقهى الغاندام كافيه وعن تجربة شخصية ولله الحمد حينما كنتم مبتعثا دخلت المقهى واستعنست فيه المقهى أول ما تدخله تلقى الموظفين لابسين كوسبلاي حق الغاندام ويعاملونك كأنك كده الكابتن حق الطيارة ويعطونك التحية حتى الحمامات وانت بكرامة حطينها على شكل القندام وعن تجربة شخصية ولله الحمد كان من أفضل التجارب لي أتمنى أي واحد يروح للأكيهابرة كزيارة يزور المقهر وبكده الحمد لله وصلنا نهاية حلقتنا أتمنى أنها أعجبتكم إذا أعجبتكم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير يعني الحركات الكويسة هذه يعني منها سيكوتو سريتو وعن تجربة لكم كده ألعاب كويسة خفية فعيني ما راح نتعمق كثير لكن إن شاء الله راح إن شاء الله نحاول إننا نقنبري بس إن شاء الله